موسيقى أهلا بكم سادتي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج جدل عراقي وفي هذا اليوم يبدو الحافل بالأحداث لكن العنوان العريس سيكون المستقلون بين المبادرة والورطة او معنا موسيقى بعد أن نلقى طرفاء المعادلة العراقية ونقصد التيار الصدري والإطار التنسيقي الكرة في ملعب المستقلين بادروا أخيرا اليوم لكن هل أن مبادرتهم ستحظى بالقبول أم أنها ستكون ورطة أو وبال عليهم وناقش هذا الأمر مع الباحث في الشأن السياسي الأستاذ ياسين عزيز هنا من استوديوهاتنا في أربيل ورحب أيضا من البصرة الفيحاء بالمحلل السياسي الأستاذ مناضل عبد خنجر أهلا وسهلا أهلا وسهلا أعود من جديد استاذ ياسين أرحب بك هنا في استوديوهاتنا واليوم جمعنا شمال العراق مع جنوب العراق الانسداد السياسي طبعا مستمر شيعيا وكرديا وحتى سنيا الكتل السياسية يبدو مرتاحة على الوضع أعتقد أنها تظن بأهليتها في الاستمرار بقيادتها للمشهد لكن استجدت أمور اليوم على رأسها المبادرة التي قدموها النواب المستقلين إضافة إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي ربما نسفت بعض الأحلام في استمرار بعض الشخصيات في سدة المشهد فرأيك بهذا اليوم وكيف قرأت أيضا مبادرة المستقلين مساء الخير أستاذ تحياتي لكم ولمشاهدي قناة سامراء الغراء وتحية للضيف الكريم من البصرة يعني مبادرة المستقلين إذا نبدأ بمبادرة المستقلين هي حسب ما طلعنا عليها سريعا هي خطوط عامة بصراحة يعني تبقى عدم الانحياس لطرف معين من أطراف الصراع الموجود خاصة داخل المكون الشيعي الإطار والتيار يعني بادي بشكل ظاهر وواضح في طروحات المستقلين إلى الآن يعني المستقلين يريدون أن لا يكونوا ضمن جزء معين أو يقرأوا ضمن يحسبوا جزء معين من أجزاء الصراع الشيعي الشيعي لذا فيعني مبادرة المستقلين كمبادرات خلينا نقول مثلا كل المبادرات جيدة وإيجابية لأنها محاولات من أجل الخروج من الانسداد السياسي لكن هذه المبادرات ومنها مبادرة المستقلين أنا برأيي الشخصي أنها لن تستطيع أن تفعل الشيء الكثير أو تحرك الجمود الموجود أو الانسداد الموجود في العملية السياسية في العراق الانسداد يجب أن تفتح أن يفتح من خلال الكتل الكبيرة مبادرات الكتل الكبيرة التي يجب أن تتضمن يعني كما نقول مبادرات حقيقية من أجل أن فعلا أن نخرج من هذه المعمعة من هذا الجمود لذا فمبادرة المستقلين وقبلها مبادرة الإطار والتيار بطورية المستقلين أو بتحميلهم أكثر مما يتحملون باعتبار أن هناك عدد المستقلين الحقيقين ليس كثيرا يعني يعني صحيح أن هناك شخصيات فازت كمستقلة ودخلت المجلس النيابي لكنها ليست مستقلة وكلنا يدرك أن أكثر من نصف المستقلين الموجودين أو يمكن أكثر في مجلس النواب ليسوا مستقلين وإنما يتبعون طرف معين جهة معينة كتلة معينة لذا فكما قلت أن الانسداد أو الخروج من هذا الانسداد يجب أن تخرج أن تكون مبادرة من الكتل السياسية الكبرى الفاعلة خلّ أبدأ بالكرد باعتبارك جنب الهان الكرد إلى الآن ما وصلوا إلى حل تراطيش كلام أنه يمكن باليومين الجاية أكو شي جديد على المستوى الكردي هذا الكلام صحيح؟ نعم هو من الخميس هناك مبادرة من السيد رئيس الإقليم هناك تحرك جديد من السيد رئيس الإقليم من أجل تحريك الوضع الكردي وأنا أتصور أنه إلى اليوم هناك أمور جيدة وإيجابية بين الطرفين الرئيسيين الكرديين وبين الحزب الديمقراطي ووقية الأطراف الكردية يعني أنا أتصور أنه سيكون هناك تحريك كما قلت وأن المشكلة إذا سميناها مشكلة أو أزمة بين الأحزاب الكردية تتجه إلى الحل لكن حتى لو اتفق الكرد يبقى الوضع الذي يحسب الوضع المسدود أو الاستداد السياسي هو اتفاق الأطراف الشيعية يعني المكون الشيعي الإطار والتيار بأي من الطروحات المقدمة سواء من السيد الصدر أو من الإطار التنسيقي سيكون مفتاح التحريك أو مفتاح الخروج من الاستداد السياسي بيد الفاعل الشيعي أكثر نعم لكن تشخيص رئيس الجمهورية هذا شيء كردي بحث هذا أولاً ثانياً الكرد يخل لهم على الخط الآن بالمباحثات ملف الطاقة الكلام عن تصدير النفط يعني مثلاً اليوم الاتحاد الوطني يقول ما صلحت الكرد بتسليم النفط إلى بغداد قبل فترة أيضاً ملف الغاز تصدير الغاز كان أكو كلام يجري عن تصدير الغاز والاتحاد الوطني كانت إيجابته شوية به نوع من الحدة أورد فعل نعم رد فعل على الأزمة الموجودة بينه وبين الحزب الديمقراطي الكلستاني كلها ما رجحها إلى موضوع الرئاسة؟ مو شرط الرئاسة يعني هناك مشاكل كبيرة وكثيرة بين الحزبين يعني هناك مشاكل في إدارة حكومة الأقليم هناك اتهام من الاتحاد الوطني بأنه مهمش أنه غير مشارك فعلي في قضية أو مقاومات الحكومة في الأقليم يعني هناك عتابات وانتقادات كثيرة من الاتحاد الوطني الكردستاني يعني أنا أتصور أن حل مشكلة الحزبين فيما بينهما ومنها رئاسة الجمهورية وانتخابات برلمان الأقليم القادم ومشاركات الحكم وقضية المنافذ حكومة وكثيرا من هذه القضايا المعلقة والتي تحمل مشاكل بين الحزبين يمكن أن يؤدي إلى موقف موحد في موضوع النفط والغاز في المستقبل القريب طيب خلنا نطير للبصرة نروح للاستاذ مناظل مرحبا بك وجدد التحية لك سيد الكريم الإطار والتيار يمكن اليوم عايشين الحالة حرج له انتشاء بأنهم يعطلون تشكيل الحكومة خلنا نحكي كشعب بسم الله الرحمن الرحيم يعني شوية من المؤسف أن نناقش موضوعنا بهذا الشكل يعني هسا إحنا من جاء بدينا نقاشنا بهذا الموضوع معذرة يعني من طرحي هذا يعني تعرفاني مستقل ومن أحتي أحتي فيما داخل والله أنت تخوف والله أنت تخوف أستاذ مناظل خاصة مع الجهات الرقابية الإعلامية بس ما يخالف فوت في فالك قلوبنا محروقة يا الله يعني نحن بدينا نقاشنا بهذا الموضوع مع ضيفك الكريم أخي العزيز فبدينا نناقش ما نناقش موضوع عراقي نناقش موضوع كردي موضوع عطار شيعي موضوع سني في حين يكون نقاشنا الآن هسا هو نقاش عراقيا موفوضا يكون يعني مصلحة العراق وحكومة العراق والله أستاذ مناظل والله هم قسمون بيوت مهم سمونة البيت الشيعي والبيت الكردي والبيت السمني والله مو إحنا سميناهم والله والله إحنا مواضرين نعم لا أ REALLY أحكى عن المصلحة العامة نعم هذه التقسيمات صارت حالت وقع حال وصارت فرض وكنا قبل النخجة لنتحدث فيها الآن صارت موضوع طبيعي وأي واحد يتحدث فيها来 ما يريد يتحدث يتحدث عن الشيعي ويتحدث عن السني ويتحدث عن الكردي حقيقة فصارت موضوع طبيعي في حين قبل كان اللي يتحدث يتحدث يقول تأسف أتحدث بهذه النبرة لكن بالوقت الحاضر صارت فرض وصارت واقع حال نحن نبدأ موضوعنا نقول الموضوع بالوقت الحاضر هو موضوع عراقي وكل الأطراف اللي مشاركة بالانتخابات اللي فازت بالانتخابات والآن مشاركة في البرلمان تتحمل مسؤولية ما يجري الآن في العراق ليش تتحمل مسؤولية يفترض بالطرف الكردي أو الطرف السني وكذلك الطرف الشيعي لا يذهبون إلى تشكيل رئاسة البرلمان وتوسيع اللي جان وكذا بدون الاتفاق العام مع الجميع لأن انت تتفق على جزء وتترك الجزء الآخر هذا غير صحيح لأن الأخوة في الغربية اطمئنوا حصلوا على موضوعهم هو رئاسة البرلمان وكذلك الأخوة الكرد حصلوا على النائب الرئيس البرلمان والتيار الصدر حصل على نائب الرئيس البرلمان أما المواضيع الأخرى فتركة اللي هي الأهم رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة تركة للجدال والنقاش وهذه المصطلحات اللي دخيلة كل فترة ندخل إلى مصطلحات جديدة ما بين الشفافية والانسداد والانفراج والانفتاح نحن الآن في الوقت الحاضر لكي نعبر هذه الأزمة السياسية اللي مر به العراق واللي راح الصيف من تشهر من الانتخابات دخلنا الشهر الثامن بين الانتخابات والحد الآن لم نتوافق على تشكيل حكومة وهذا شيء مخجل في العملية الديمقراطية وفي العملية السياسية فلذلك جميع الأطراف تتحمل هذا الشيء وهناك أطراف مستفيدة من الوضع لأن لها يد وبصبع في الحكومة الانتقالية موجودة في الوقت الحاضر وتعبر بعض مشاريعها اللي إجت وجابت ناسها ومسؤولينها وخلتها بهذه الحكومة الانتقالية فتأخير تشكيل الحكومة يخدم كثير من الأطراف التي لهايت في هذه الحكومة فلذلك الكل تتحمل مسؤولية ليس البيت الشيعي أو الإطار أو التيار الكل يتحملون مسؤولية هذا التأخير في تشكيل الحكومة وتعطيل المشاريع فلذلك نشوف واحدة من الأسباب اللي أحب أن نوح عليها بس تسبحني بالوقت المشروع المشروع اللي ينطرح الآن بالأمن الغذائي الأمن الغذائي اللي فقراتها تقريبا 15 فقرة ما تخص الأمن الغذائي ذلك فقرة واحدة أو فقرة فيها للأمن الغذائي والبقية كلها مصالح أطراف سياسية مشاركة في العملية يمررون هذه وتركين الموازنة اللي تخدم العراق وجميع المحافظات العراق نعم لكن المعترضين على موضوع الأمن الغذائي عفوا يعني على إلغاء هذا القانون يقول لك اليوم أنت وقفت لزيادة رواتب العاطلين عن العمل وقفت لإطلاق التعينات وقفت لتثبيت العقود وقفت لزيادة مفردات البطاقة التموينية إيقاف زيادة الكهرباء في فصل الصيف ورفعوا الشعار الإطار يجوع الشعب إيه ليش ما تروح لموازنة ليش ما تضمن هتب الموازنة ليش أنت جاي بورقة لالتفاف على الموازنة وباب من أباب الفساد جاتي كل يوم تخلقي باب من أباب الفساد والله كلام منطقي والله كلام منطقي إذا أوزع أبوها بالصرف على كل من جاي اللجنة فلانية والاستثمار الفلات الكثير من الجدل ومن الكلام الكثير عليها أنت أسحب هذه الورقة وقدم الموازنة ليش هذا شهر الخامس دخلنا رح يخلص شهر الخامس وبعد الموازنة للدوائر والوزارات ماك موازنة أنت قدم الموازنة بدل ما تقدم هذه الورقة اللي سيئة الصيد كلام منطقي بس قانون الأمن الغذاء ماذا أستاذ ياسين أرجع لك هل في مصلحة الشعب العراقي أنه تم إلغاء هذا القانون وطبعا اتهام الإطار بأنه سعى لإلغاء صحيح يعني اليوم كان آخر شيء قرار المحكمة الاتحادية بعدم وجود صلاحية للحكومة الحالية باعتمارها حكومة مستقلة بعد الانتخاب مستقلة يعني ليست صلاحية لا تشريع قوانين ولا تنفيذ ولا قروض ولا عقود يعني كل المبادرات أو كل السعي يجب الآن يتوجه إلى أن نخرج قريبا بحكومة دائمية يعني حكومة رسمية مو حكومة تصريف أعمال أو حكومة مستقلة بعد الانتخابات أو حكومة عاجزة عن علق الكما قال أستاذ تقديم الموازنة اللي هو أهم شيء للمواطن للشارع العربية طيب ظاهريا الإطار كان دائما ضد هذا القانون هل هذا معناه أنه الإطار اليوم يسعى إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن؟ لا الإطار الآن الإطار الآن وكلها تحت شيء تقول لك لا الإطار الإطار كان بحاجة إلى الوقت وطبعا أخذ الأربعين يوم ما تتوكل شيء ما سوى وقبلها طيب شلون يريد من جهة يريد يشكل الحكومة ومن جهة هو اللي يسرع باتجاه تشكيل الحكومة من خلال إمتيازات للحكومة الحالية الإطار كل تحركات يريد يوصل رسالة واضحة للسيد الصدر وتحالف إنقاذ وطن بأنهم بغير الإطار من غير الإطار لن يستطيعوا أن يمرروا شيء في مجلس النوار هذه رسالة واضحة من الإطار كورقة ضغط على السيد الصدر أو المتحالفين مع السيد الصدر من أجل تقديم تنازلات والتفاهم حول موضوع الحكومة القادمة مع الإطار التنسيقي كل هذه المناورات وكل هذه المسائل كما قلت هدفها توصيل هذه الرسالة الواضحة أنكم لن تشكلوا الحكومة ولن تمرروا أمور أو قرارات أو قوانين في مجلس النواب دون الإطار طيب وهو فعلا ما رح يمشي شي بدون الإطار ما طول هناك صفة الثلث المعطل ما رح يمشي شي إلا إذا جرت كما شهدنا في العراق في المراحل السابق إلا عبر صفقات سياسية وهذا الذي سيضر الشارع العراقي وسيضر العملية السياسية وسمعة العراق وسينسف الانتخابات التي جرت هو محاولة الإطار إلى الوصول إلى أن إفراغ الانتخابات نتائج الانتخابات من أي محتوى وهذا طبعا سيؤثر سلبا على نفسية الشارع العراقي الذي هو بالقوة مثل ما يقولون رحل الانتخابات المبكرة فكيف رح يتوجه إلى انتخابات أخرى بهذه النفسية أرجع لك أستاذ مناظر وأسأل تتخيل حكومة بلا إطار؟ أستاذ سجلها عليه لا حكومة بدون الإطار لا حكومة بدون التيار الصدري إن شاء الله يكون واضح لا حكومة إذا لم يكن هناك توافق بين التيار والإطار لن تكون حكومة أغلبية فلذلك يجب على جميع الأطراب التي تسأى لأصلحة العراق أن توافق بين الإطار وبين التيار لتشكيل حكومة متعاونة مع الطرف الكردي والطرف السني أما يذهب الإطار لتشكيل حكومة بدون التيار هذا شيء محال وكذلك يذهب التيار لتشكيل حكومة بدون الإطار أيضا هذا شيء محال ويسجلها عليه نعم لكن مبادرة المستقلين اليوم تقول بالفقرة اثنين جزء منها تقول تحالف النواب المستقلين والحركات الناشئة كتلة نيابية تدعو الكتلة السياسية المعنية إلى التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في مجلس النواب دون اشتراطات مسبقة وبعد تكليفها من قبل رئيس الجمهورية المنتخب الكلام إلى آخرها أنا عندي نقطة شوية ضجت منها كعراقي قال وتتولى الكتلة الداعمة تمكينه من اختيار الكابينة الحكومية تتكلم عن رئيس الوزراء والتي تتصف بالحد الأدنى الأدنى من الكفاءة والخبرة والنزاحة ليش يا بعود الحد الأدنى؟ ليش مو الحد الأعلى؟ أستاذ حتى إذا شكلت حكومة بهذا الكلام لن يكون عمرها أكثر من ستة شهر قطعاً فلذلك يعني لحظة يعني إذا شكلوها زين خنف ترس شكلوها التيار ومن معهم وذهب الإطار ومن معه إلى المعارضة أو تنحى جانباً عن الموضوع إيش قد سيكون عمرها؟ أنا قد من عندي لم تستمر حكومة بدون التيار ستة شهر ولم تستمر حكومة بدون الإطار أكثر من ستة شهر فلذلك على جميع الكتل السياسية والتي متصدرة للمشهد السياسي عليها أن تسعى جاهدة للتوافق بين الإطار وبين التيار لتشكيل حكومة لينضي العراق وحكومته في إنجاز خدمات ومشاريع ومتطلبات الشعب العراقي أما يذهبون بهذا الطرح وبهذا الشكل لا حكومة مستقرة في العراق معنى كلامك هذا أستاذ مناظل أنه الكتل السياسية فعلاً مرتاحة إلى الوضع الحالي مرتاحة إلى الإزلاد السياسي تتوصل الشعب للملل وبالأخير تقول لها أنا نروح أشكل الحكومة وحتى يجوز تشكيل الحكومة العراقية ما ينذكر بالأخبار جد ما يصير الوضع والأمر غير مهم أنا قلت لك بالبداية قلت لك الوضع الحالي كثير من الأطراف السياسية مستفيدة من الوضع الحالي بحكومة تصريف الأعمال فهذه لأن تبقى الأمور كما هي أما المصلحة العامة أن يسعد جميع يسعد جميع للتوافق بين الأطراف المتقاصمة بتشكيل حكومة وطنية تخدم مصالح الشعب ومصالح الناخبين نعم رأيك أستاذ ياسير بكلام الأستاذ منا يعني ما احترامل أستاذ يعني راح نرجع للمربع مو الأول مربع صفر قبل الصفر قبل الصفر يعني إذا شكلت حكومة توافقية نفس الذي يعني ما قيمة الانتخابات التي جرت وما قيمة الأصوات التي سحبت من الكتل التي كانت فاعلة ومشاركة في الحكم في المراحل الساعة يعني الشكل الحكومة أسلوب الحكم في العراق من 2005 خلي نقول إلى 2021 كان مرفوض الحكومات التحاصص المحاصص الطائفية أو كانت حتى الاتفاقات أو التوافقية يعني أفشلت كل شيء في العراق ومنها العملية السياسية فإذا عدنا إلى الصفر يعني هو أنه نحارب الرأي العام نحارب النفسية للشارع العراقي ونقول له أنكم كما ذكرت حضرتك كل واحد يعني يهتم بأموره ويقعد بيئته وأهله وإذا عندك شغل إذا ما عندك خلي السياسين بيناتهم يتفقون ويتفقون على السرقات على خراب البلد أكثر وأكثر أنا بتصوري أنه مثلا العودة إلى الحكومة التوافقية وحكومة المحاصصة وإرضاء جميع الأطراف مثلا هو قال يمكن إذا غيرها ستة شهر هذه الحكومة لن تستمر شهر واحد أيضا يعني بوجود يعني إذا شارع عراقي يجب في ذلك الوقت أن يتحرك أستاذ مناضل أستاذ ياسيني يقول شهر واحد ما تستمر حكومة بتوافق الجميع أستاذ أحنا ما نتمنى وما نتمنى الشارع العراقي وما نتمنى الشارع العراقي أن تكون حكومة أغلبية وهذه الحكومة الأغلبية مراقبة من قبل الحكومة الضل أو الجهة الأخرى التي تكون مراقبة لأعمالها وأداءها فإحنا نتمنى وهذه هي الديمقراطية الحكومة الأغلبية الآخرين يترقبون أداء الحكومة ويمتقدوها وأما يفشلوها إذا فشلت أو عدد تطبيقها لمشاريحها ويضل الحكومة التي تعمل بالأغلبية التي شكلت الحكومة تعمل وهي متخوفة لأن هناك معارضة وهذه المعارضة تراقب كل تحركاتها وكل مشاريحها وكل تطبيقها لكن نحن 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 في الواقع نحن نحن في الواقع العراق الواقع ما لا بالوقت الحاضر لا يتحمل وليس لديه التقافي وليس لديه العمق التاريخي في الديمقراطية يقبل المعارضة ويقبل أن لا يكون طرف مشارك في الحكومة صار النهوة يتحضل للنظام الديمقراطي والله يا أستاذ أكمل الفكرة أستاذ أكمل أما الذهاب لما نتمنى واللي ريده صعب وصعب التطبيق على أرض الواقع أما الذهاب إلى حكومة توافقية مثل ما مشت عليه العادة أو ما جرت عليه العادة فهذا رح يشكل حكومة الكل مشاركة بيها وكلها أغطيني وأغطي لك مثل ما هو الوضع ماشي وأما خراب يعني الأغلبية معناها عند أطبق الديمقراطية مثل ما هذا أمني هذه أمنية ونتمنىها نصير لكن على أرض الواقع وتطبيق من المحال أن تطبق بالوضع العراقي الحالي توافقية نعم ممكن تطبيقها ولكن هي سيئة ليس مثل الأغلبية لكن واقع الحال هذا طيب استاذ ياسين محال لا لا يعني يعني أغلبية أغلبية صعبة جدا لا طيب لا صعبة لا هذه يعني الأغلبية يجب أن تكون موجودة يعني بس يعني أنا منذ الانتخابات أو إعلان النتائج النهائية أنا أستغرب يعني وأسأل الإخوة في الإطار التنسيق كل مرة يعني يعني من أطلع وياهم برامج ليش التخوف من أن يكونوا ضمن المعارضة البرلمانية الإيجابية من يقول يعني المعارضة الإيجابية في كل الدول المعارضة يعني خلينا طبقوا هوايا ديمقراطيات المعارضة الإيجابية اللي يمكن هذه وأكيد هي مو ممكن نعم في ظل العملية الديمقراطية أنه تعطيهم أصوات أكثر في العملية الانتخابية يعني الإخوة في الإطار التنسيقي مفاكرين أنه العملية الانتخابية اللي جرت بعد ما يكونوا يتخابات بالعراق وأنه إذا طلعوا من المؤسسة الحكومية طلعوا من الحكومة بعد ما يحلمون يرجعون للحكومة يعني هذا الشعور غريب جدا يعني الواحد يستغرب من عنده ففي المقابل يعني كما قال أستاذ حتى لو تشكلت حكومة توافقية يعني هل هل من المعقول أو هل من المحتمل أن يضحي السيد الصدر وحلفاء أو بالأغلبية اللي كسبوها في الانتخابات الأخيرة خلا نقول السؤال أي خلا نقول السؤال أستاذ مناظل معقولة جماعة الأغلبية اللي نادوا بيها واللي أصروا عليها بسهولة يتنازلون ويقول لك تعال نقعد لا لا أستاذ ما يتنازلون إحنا بس أوضح لك مو المشكلة أنه قطب الإطار المرفوض أستاذ مناظل إذا سمحت لي الفكرة اللي عندي نعم بس إذا وضح الفكرة اللي عندي أكمل الفكرة أنا ما قال يتنازلون إحنا هسا بالوقت الحاضر على الخلاف ومو خلاف على من يقود العراق لمشاريع استراتيجية تخدم الشعب ومخليه برنامج سياسي وبرنامج اقتصادي ويقول لدخل الفرد العراقي اللي هو على سبيل المثال مئة دولار أو مئة وخمسين دولار غير بالسنة رح أستوي دخل الفرد العراقي ألف ألف وخمسمية أو خمسين ألف ومئة ألف دولار عندنا هج مشاريع استراتيجية وحنا حكومة أغلبية ورح نطبق هذه المشاريع ما عندنا هج طروحات إحنا عندنا النفط إليك داخلية إلي إفاع إليك الخارجية الفلان والمالية الفلان يا أخي إحنا هذه النواقع الحالي اللي عايشيني إحنا جاي أقول لك هي ومو حالة تطبيقها الأغلبية ممكن أن تشكل حكومة بالأغلبية لكن قد من عندي هذه الحكومة تشكل بالأغلبية لا تعمل ولا تستمر لا يخلوها تعمل ولا يخلوها تستمر بواسطة بواسطة يعني ممكن إحنا ماذا سيستخدمون ليعطل ممكن نشكلها الحكومة ممكن تشكلها لكن هل تعمل لا هل تستمر لا شنو اللي يعطلها يعطلها واحد من اثنين يعطلها لو قانون لو الخوف ماكو غيرها أنا أضربك مثل وخلي سجل عليه هذا المثل لما قدم المالكي مشروع البنى التحتية بالاتفاق مع كوريا وهذا القانون كان هو فيه وقته يجب أن يمرر رأسة الوزراء رأسة الوزراء الصوت عليه لكن هو مرر للبرلمان اللي هو أصلا كان مو دور البرلمان ولا قانون يمرر للبرلمان البرلمان عطلها عطلها جهة سياسية معينة وطلعوا يتفاخرون يقول إحنا عطلنا قانون للبنى التحتية اللي جاب المالكي أنا سمدفع عن المالكي بس أردك مثل اللي جاب المالكي حتى لا تسجل نقطة إيجابية للمالكي اللي ناس تعمل وتشتغل بالحقوب هذه العقلية شون يقبل يصير معارض يعني يخدم البلد لكن لا يدي يسجل لفلان دول اللي جاي حكمونا وجاي حكمونا البلد يعني يدي يصفون بين قوسين يدي يصفون حساباتهم الشخصية على حساب المواطن على حساب الشعب نعم لا يستفيد الشعب حتى لا تسجل نقطة هاي إيجابية يقولون والله فلان سوا فلان شي وتسجل ما يفكرون بمصلحة الشعب فاكونوا خاف يقولون فلان سوا فلان مشهود زيناني عندي تساؤل هنا خلنقول للاستاذ ياسين من يحاسب الكتل السياسية عليه تصرفات من يحاسبهم اليوم إذا أرادوا يعاطلون شي هو في مصلحة البلد بصراحة عندنا فراغ لا هو دستوري ولا هو قانوني عندنا فراغ في من يحاسب صحيح يعني كنا نأمل أن تكون المحكمة الاتحادية على الأقل جزءا من الحلول في هذه المرحلة يعني نسف أنه تشوف أن قرارات حتى المحكمة الاتحادية قرارات لا تصب في مصلحة حل الانسداد السياسي الموجود في العراق مثلا المحكمة الاتحادية تجتمع بين حين وناخر وتصدر قرارات وتتصرف كسلطة عليا لكن إلى الآن لم تتدخل في موضوع حل الانسداد السياسي وهذا أيضا سؤال يعني ممكن الشارع العراقي يسأل المحكمة الاتحادية بما لها من هذه الصلاحيات القوية القيمة يعني لماذا لا تتحرك المحكمة الاتحادية لحل الانسداد السياسي الآن موجود لماذا لا تفرض مثلا لا تفرض توقيتا معينا لتشكيل الحكومة لماذا لا تعدل موضوع مثلا الثلثين يعني وجوب الثلثين في موضوع مثلا كل هذه الأسئلة يعني في هذه المرحلة في العراق يجب أن تتدخل المحكمة الاتحادية لما لها من قوة ومن قوة إصدار قرار تشريع من أجل إيجاد الجو إيجابي من أجل الخروج من الانسداد السياسي أما الذي ذكر الأستاذ يعني مثلا حتى لو شكلنا حكومة توافقية ما إحنا عدنا من 2005 إلى الآن حكومات توافقية في العراق يعني ماذا حصلنا من هذه الحكومات التوافقية غير الخراب غير عدم وجود خدمات غير مثلا إنهاك الاقتصاد العراقي وفي مقدمة نفسية الشعب العراقي يعني حرب نفسية مع الشعب العراقي طيب أنا اليوم كعراقي خل أرجع للأستاذ مناظل أنا شأتمنى اليوم أستاذ مناظل كعراقي أن يشكلون حكومة أغلبية له حكومة توافقية إذا شكلوا أغلبية فمعناها طعم جديدونكها جديدة واحتمال تقلب عليها السالفة كمواطن واحتمال المخاوف اللي مدى يقدر يقولها مناظل عبد خنجر في جدل عراقي يمكن تتحقق وأعتقد كانت بها شوية غمزة غمزة تتعلق ربما بالسلم الأهلي لو أني غلطان أستاذ مناظل لا تسكلامك صحيح أستاذ الأمنية غير الواقع إحنا ذكرت لك ما نتمناه صحيح نذهب للأغلبية والأغلبية عندها مشروع وتقدم مشروحها وهذا المشروع بخطوات وتوقيتات وتطبيقات وراقب من قبل المعارضة وراقب من قبل الشعب هذه الأمنية أما الواقع واقعنا غير شيء واقعنا يا أخي لا يتحمل واقعنا غير أن الأسأل تلاحظ إحنا عندنا 329 برناماني كلهم يريدون مناصر كلهم يريدون امتيازات باقي واحد يقول أنا جاي من أجل من أجل أخدي كلهم يريدون امتيازات وكلهم يريدون مناصر يجب أن تروي ذولي كلهم فإحنا نعمل بهذه العقلية بالوقت الحاضر الواقع ما لنا أستاذ إحنا جايشين ماذا للتاريخ باسم خشان ما راد مناصر مو دفاعا عننا طبعا على فكرة بس هاي للتاريخ البارحة سمعناها ما يريد أي منصب باسم خشان مثلا أكو نواب مستقلين أكو نواب مستقلين مباشرة أول ما فازت وقالوا إحنا معارضة أكو كتل سياسية أول ما فازت قالت أخوان لا تفكرون إحنا حكومة إحنا قبضة إحنا من المعارضة وهذا صار إستاذ إنت تتحكي إعلام إحنا ما نحكي إعلام والله ما دحكي إعلام يا إستاذ والله باسم خشان طلع جهارا نهارا ومن وراء السيد الحلبوسي راد يكسر الميس في تشاكل لا لا إستاذ عفو الكلام مو لك هذا الكلام اللي يحكيوا يصدروا للإعلام الأخوة اللي موجودين في البرلمان وغير البرلمان منو برلماني ما يريد حصة من التوظيف منو برلماني ما يريد حصة من السفارات منو برلماني ما يريد حصة من الوزارات وقالات الوزارات إذا ما هو يريد الكتلة اللي جايب تتري والله كو برلماني ينفاز اليوم وثاني يوم قام يشتغل عرض حالتي إيه قال إستاذ والله أنا شفيتمه بعيني يعني الشي اللي قال يا أستاح نحن نحكي بالقال احنا نريد الواقع يعني بكرة من التوزع مناصب وتتوزع درجات وظيفية ويقول لا والله أنا أرفضها أريدها للشعب لا يكون عندنا شي عقلية ولا عندنا شي عقل الناس اجت من أجل من أجل هذا الشي من أجل الخدمة العامة الخدمة العامة ما تتحقق إلا من خلال توزيع المصالح هذا هيجي فكروا بينما الخدمة العامة هي خدمة عامة يعني يعني يوم المفروض ما نعم أستاذ أنا أحد السيلك سؤال يعني بس أسأل سؤال نحن طريق الحرير ويميناء الفاو والمشروع اللي توقع مع مصر والأردن لأنه ممكن يجب أن تكون هنا موقفة من البرلمان فعلا ما يجب واحد نادى بيهن الحد الآن منو نادى بيهن ومنو عجبين ما حد لحد الآن دا يفعل أي خطة اقتصادية ماذا يحجون غير قال راح نريد نشكل حكومه عمار نريد نشكل حكومه والفيسبوكات مالتهم زار النائب الفلاني التجمع العشائر الفلاني والله ما عادوا غيرها والله ما عادوا غيرها جديات يعني يعني دا راقم ما دا شوف غيرها استردون الانتخابات الجاية والله يمكن من السيبدأون يشتغلون على هذا الموضوع على طار الصدمات اللي دا نعيشها يقول لك انخفاض أسعار سعر صرف الدولار عالميا لن يتأثر به العراق بسبب الورقة البيضاء هذا واحد من الانجازات اللي الرهيبة سمعت أستان نجازات اللي وحد من الانجازات منقول احنا سواء زودنا سعر الصرف بدل حتى ما نبيع 100 مليون دولار باليوم رح نخفض إلى 40 هسا جاي نبيع أكثر بين 100 ين يهي الورقة البيضاء اللي سعفوا من ورقة البيضاء يجالي لورقة الخضراء عنه خلا لورقة الخضراء تستوي في البيضاء حتى رحت للخضراء والله ما ظلت يبقى غير ورقة التوت تسقط نفط بـ 40 نفط بـ 20 نفط بـ 60 نفط بـ 100 شو اللي استفاد الشعب العراقي شو اللي استفاد اللي يا ردفتيمنتو اللي قدمتو هاي فاقب الأموال اللي هسا فاقب كل برميل تقريبا 45-40 مليون أنا مو هذا القاهرني استاذ مناظر أنا القاهرني أنه لما يرتفع ترتفع أسعار النفط العراقي ما يستفاد دينار بينما من تنقفض أسعار النفط يبدأون يدورون بدائل تخفيض رواتب الموظفين رفع سعر صرف الدولار ما عندهم غير هاي السالفة قبل توجه توجه على المواطن يا هذا سوء التخطيط يعني ماكو تخطيط ماكو موازن ولا أكو صندوق سيادي لمعالجة العزمات يجي تجي أمال تجي كده تنصرف تنصرف في غير محلها المهم هذه نتيجة تحمل الشعب المهم إحنا حتى أيضا لانضو جيس أرجع الأستاذ ياسين المستقلين اليوم قدموا فكرة بالفقرة ثلاثة قالوا يتسم شخص رئيس مجلس الوزراء يعني المختار بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة والخبرة السياسية وليس عليه أي شبهة فساد وأن لا يكون جدليا إذا من الطبقة السياسية ومع الجنسية ومع الجنسية ومع الجنسية ومع الجنسية ومزواج الجنسية ما ذكره يقول لك يقول لك هاي مبادرة المستقلين لا مستقلين ببالهم شخصيات عندهم مزواج الجنسية فليهذا ما تصور يطرح يعني مثلا لا أنا اسمعت الأستاذ مازل الشيقر يعني باعتبار هو جنسية أمريكية مثلا فأتصور يعني أنه طرح موضوع يعني أستاذ يعني خضية طرح المستقلين بصراحة يعني هاي النقاط يعني مقريتا يعني عبال داعش بلد غير العراق حلم وردي يعني مستقل وما عنده ما عرف شنو يعني هاي إذا الكتل السياسية ما تسمح للثاني اللي عدها قوة عسكرية أمنية اقتصادي امبراطوريات ما يسمحون للأخي يعني يجيبوني واحد مستقل وينطوه كل الصلاحية ويدعموه إنه يكون رئيس أعلى مؤسسة تنفيذية في العراق يعني كما قلت يعني هذه أحلام وردية يعني الإخوة المستقلين للأسف يعيشون أحلام أكثر ما يعيشون واقع لذا فإن الاعتماد الكلي كما قلت يجب أن تكون على الفعاليات السياسية المؤثرة تقديم تنازلات تفاهمات صفقات أيا كانت مثلا هم أصحاب الخروج من الانتساء السياسي يعني هاي قضية المستقلين وطروحات المستقلين وموادرات المستقلين ليست تضيع وقت أكثر أي دقال فقرة ستة للأستاذ مناظل فقرة ستة رحق راك إياها يقول لك رحق راك إياها باسلوب مذيع بالفصحة جدا يقول لك يكون اختيار رئيس الجمهورية وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي يعني مشارك كوردي شونك بياها يا أستاذ مناظل يقول يكون اختيار رئيس الجمهورية وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي زين التوقيتات وين وين استاذ احنا هذا الدستور العراقي رح اشبها مثل صنم التمر وقت الفراغ يصلون عليهم ويجوعون يأكلونه ايه كانوا إذا جاءوا أكلوه صحي هذا الدستور العراقي وفعلا وانا جاوزنا التوقيتات وانا جاوزنا التوقيتات شنو اللي صار طيب طيب شنو اللي صار طيب انا اليوم انا اليوم كعراقي شنو المطلوب مني كمواطن ويا من اكون بأي جهر لانه بصراحة اكو كلام استاذ مناظل عن احتمالية عودة تشرين بل ان التشرينين اليوم يفكر قسم كبير منهم ان يثوروا على تشرين صحي ده تلاحظ تشرينين اليوم يفكرون ان يثورون على تشرين حقيقة نحن نتمنى اذا كانت ثورة حقيقية ان تكون ثورة ذات مبادئ وذات قيادات عراقية ووطنية وتطرح مبادئها وتطرح اسسها لقدام احنا من خرجة تشرين كان النداء نريد وطن والناس ذهبت اكثر من سبعمائة شهيد واكثر من تقريبا لعشرين الف جريح قدمت لنا حكومة الكاظمي مثل هذه لا احنا ما نريدها ولا نريد تشرين ولا تشرين ثانية اما ان تكون تشرين ولا يجب ان تكون هناك يجب ان تكون وقفة للجماهير وللشعب لكن هذه الوقفة حتى الكل تؤمن بها والكل ما تنغش بها ولا تروح دماء حذر تكون لها اهداف وهذه الاهداف معلنة وقياداتها معروفة واين تريد ان تنضي وماذا تريد ان تفعل وشالي الخطوات اللي عليها اللي قامت من اجلها اما تقوم على وهم وعلى خيال فهذا شيء مرفوض والله اختصرت انجازات تشرين يا استاذ مناضل بشغلة واحدة اللي هي الغاء مجالس المحافظات وهذه الخطوة فيما بعد لا استاذ ما لغت لا لا استاذ بس اغلاء صح للمعلومة للمعلومة مجالس المحافظات ما لغت مجالس المحافظات موجودة في الدستور مجالس المحافظات انتهت انتهت فترتها الاربع سنوات ولذلك جمدت لن تلغيها تشرين يعني باعتقادك شان هذا الاجراء ممكن يصير لولا المطالبات هذا اولا ثانيا تشرين من طلعت هي طلعت على مجالس المحافظات وحدها دعونا نكون واقعيين طلع لا لذلك مجالس المحافظات لا يا اخي بس انت النتائج انا من اقوم فعل شون النتائج ايه مو قلت لك النتيجة اختصروها النتيجة اختصروها مجلس النواب قاعدة واش قالوا قسم كبير منهم طلعوا على الفضائيات تبنوا الفكر التشريني وصاروا تشرينيين اكثر من التشرينين انفسهم وصوتوا على قرار استفادوا من الاسوات وصوتوا للبرلمان واليوم سفادوا نعم نعم وخلرج على استاذ ياسي استاذ ياسي اكون يعني مجموعة ربما مفكرين عراقيين اكدوا اكثر من مران على ان الامر لن يستقيم في العراق الا بتشكيل مجلس الاتحاد هذا المجلس المغيب اللي هو يشبه بالضبط مجلس الشيوخ يعني بس من من يتشكل هو يقولك يتشكل من الكفاءات والخبرات انا قرأت عنها يعني ممكن ان تجيب مثلا ضابط قديم مثلا متقاعد عند خدمة يعرف مثلا بالقضايا العسكرية تجيب مثلا مدير عام قضى بالخدمة كمدير عام مثلا اربع او خمس سنوات تجيب شخصية كفوءة مثلا بالمجال التعليمي قضاها مثلا بالتدريس والاشراف مجلس الشيوخ يشكل من ذولا يقولك وترجم منو يختار ويستموت انا رجعنا على نفس ال هذه يعني كحقيقة واقع للأسف الكتل السياسية والاحزاء والشخصيات تتقاتل على مدير عام على تستميد على رئيس لجنة تريدك ان تتفق على مجلس اتحادي اكو مدن اكو مدن نعرفها ما اريد نقول على اسمها زين بيتقاتلون بيها اثنين نواب على شعبة اي يعني على شعبة ام ال 15% مخصصات اي فلهذا يعني تقول مثلا التحجيل احلام كبيرة صحيح يعني احنا نريد محتاجين في العراق مجلس يكون اقوى من هذه خليني نقول الكعكة اللي مثلا اللي جاية تتقسم او اللي يردونها تتقسم بين الكتل السياسية والشخصيات السياسية فعلا هذا شيء جيد لكن منه ينتخب منه يرشح وهذه هم ترجع لا سامح الله نفس الفيلم يعني ترجع للمحاصصة والتوافق والصفقات السياسية وبعدين ما رح نطلعب شيء نحتاج ربما الى الضمير في القرار العراقي نحتاج الى قوة الشارع العراقي يعني برأي ان الشارع العراقي يجب ان يتدخل بقوة بقوة بطرق السلمية القانية يكون عامل ضغط كبير على الكتل السياسية من اجل فعلا ان تقدم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحزبية نتمنى ذلك فعلا مصلحة الوطن فوق كل شيء هذا ما نريد من كتلنا السياسية ويا رب يصلون الى حل في نهاية هذه الحلقة انا اشكرك جدا من الباحث الشيء للسياسية استاذ ياسين عزيز كنت معي في جدل عراقي شكرا ايضا بسعة القلب للبصر الرائع المحلل السياسي الاستاذ مناظل عبد خنجر كنت معنا من الفيحاء سلامنا الى الفيحاء واهلية شكرا موصولا لكم احبة المشاهدين تقبلوا تحيات كاذ العمل وتحياتي انس عبد الرحمن وتحياتي المخرج حسام ابو فاور وننوهه بان حق الردي مكفول حتى نلقاكم من جديد في امان الله وحفظه اشتركوا في القناة